انعقدت عصر اليوم اللجنة المشتركة من القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية برئاسة الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية لتنسيق جهود ومهام مكافحة الارهاب في كل ربوع الجمهورية وخاصة في سيناء وقد قررت اللجنة ما يلي اولا تفعيل قرار السيد رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الخامس والعشرين من اكتوبر الفين واربعة عشر وطبقا للمناطق المحددة بالقرار سالف الذكر واتخاذ ما يلزم من اجراءات يكفلها القانون هي لكل من يخالف ذلك ثانيا اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في سرعة القبض على المنفذين والمتورطين في هذا الحادث الارهابي الغاشم سواء بالتحريض على ذلك او التمويل المادي لمثل هذه الاعمال الارهابية ثالثا التأكيد على حماية ابناء سيناء الشرفاء واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين المدنيين الابرياء المتواجدين داخل المناطق المحددة بالقرار الجمهوري تهيب القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية جميع المواطنين الالتزام التام بتعليمات حظر التجوال مع التأكيد على انه سوف يتم التصدي بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك حمى الله مصر وشعبها العظيم وايد جيشها للحق المبين اشتركوا في القناة